اشتركوا في القناة أنا بتصور بتلموا فكة يورو من هنا وتنم من هنا يعني الحمد لله على كل حاجة آه طبعا أكيد أنتو اخترتوا رسميا بأن القيمة المطلوبة 500 ألف يورو آه بالضبط دي تقريبا كم مصر كده كابتن نادر حدث يوم في 7.2 مثلا دخلين في 4 مليون تقريبا آه كلها بعد 4 مليون 4 مليون اللي احنا قلناهم بفضل الله من أكتر من 10 تيام هنا فيه كان فيه مساء الأنوار طيب آه قدر سألك مين دفع الـ 310 على الأقل عماد عماد نفسه عماد بس لو مش يسيبها 310 اللي لو حد ما هيدفع كان عبقل 500 مثلا على 350 لكن 310 ده رقم اللي احنا عرفنا الليهمه النهار دفعه في البنك بتاعماد وهو اللي بتاعهم نجيبه خاص وهيدفع المايد والسعين اللي يجيبه خاص بك الله أما كان فيه خبر طلع ان فيه بعض رجال أعمال تبرعوا بالرقم ده وان هم تعهدوا بيه تبرعوا بالرقم ده انه كان فيه اتصال بينه بين الكابتب محمود الخطيب من حوالي خمس ست ايام بيكلموا في هذا الامر لكن يبدو ان الخطيب لم ينجح فيه جامع المبلغ لا حابقوا الواقع بتيجي على العماد وما بتكمل نعم بتيجي على العماد والفروش ما بيكونش كاملة بتيجي على العماد وبتقف اه بتقف بالظبط يعني يوم الحد ان شاء الله هنبقى للبادر الباقي وفي كل المبادر المتحولة فيها الرفيب بتاعتها جميل عشان الحاجات دي هكفتنا بعد كده هو طبعا هيحطهم طبعا على الموقع او على النظام الجديد اللي هو نظام الانتقالات الحديث انه هو اصبح فيه بعد ما انت تتمموا المبلغ ان شاء الله هلقد اسألك الخطوة اللي بعد كده بالنسبة للعماد ولا لسه لا الخطوة بالنسبة للعماد العماد ده حدك عدس هيدفع 4 مليون ومبلغ ده يعني هو الجدال اللي هيحصل فيها او المفاوات هتحصل علي انا فاهم انا بتكلم على العماد نفسه بعد ما يطلق صراحه يوم الاحد طبعا الاولوية للنادي الاهلي الاولوية للنادي الاهلي طبعا بالزبط بالزبط يعني فيه حوار ولكن هل فيه امكانية انه هو يروح يلعب في الكويت لغاية لان الكويت مفتوح فيها لا جد المفتوح كان ده مصرح لا غير صحيح زي عما احمد فاتح عمل قبل كده لا جد صحيح لان اعماد بقاله فيه قسيم القبش وانا شايف هو اهم حاجة ما هو يفعل الديو فيه اتمران تاني عشان اجيب 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 واحد واحد تمام يعني اذا من هنا حتى يناير اعماد في مرحلة استعداد بدني وفني بالضبط يا سيدي اعطيني حرياتي اطلق يدي انني اعطيته ما استبقيته شيئا اخذ منه الاربع مليون لم يستبقي شيئا في حساب البنك بتاع عماد شكرا عكبت النادر شكرا جزيلا شكرا جزيلا هل من تعليق؟ لا انا يعني عماد يتحمل لا تيجد غلطه اعطيني